سائل يقول ما رأي فضيلتكم في طريقة برعة التي اعتمدها في التعامل مع القروض الاستهلاكية هذه قروض هلاكية وليست قروض استهلاكية قروض هلاكية لأن فيها الربع والتي اعتمدها في التعامل مع القروض الاستهلاكية وهي تعتمد على المرابحة شوف يا أخي أولا أنا ما سمعت وما قريت طريقة تعامل بنكا ولكن حاول تفهم انتها إن شاء الله إذا كان بنكا يشري السلعة وبحالك فهذه معاملة صحيحة ولو بالفائدة شراء سيارة 100 مليون بحالك 120 مليون هذا شراء وبيع يجوز له أن يربح لأن ما شير ربح هو الحرام الربى هو الحرام ليرى هو يبيع البطاطا في العقبة أو يربح كيف ما يربح شماله حاولوا ما تخلط لكمش الأمور بين الربح وبين الربى الفائدة التجارية والفائدة الربوية على رأس المال فقط إذا كان يشري هذه الأداوات المنزلية ويدير فيها فائدة وبحالك فهذه معاملة صحيحة ونحن ننصح جميع البنوك في الجزائر أن يتعاملوا بهذه الطريقة باش هذا القرض الهلاكي يولي قرض استهلاكي ينتقل من الربى إلى الفائدة التجارية وهذا جائز أما إذا كان لالا يسلف لك دراهم وانت تحتشري وانت تردله بالفائدة فهذا هو الربى المحرم ترجمة نانسي قنقر